بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين حبايبي الحلوين شونكم شاء الله الجميع بخير وصحة وعافية واجعت لكم اليوم بفيديو جديد ودرس جديد خليكم ويايا الدرس الرابع عشر آداب إسلامية تحية الإسلام إن وعنا شنو تحية الإسلام نقرأ القصة من بعدها نبدأ بشرح الدرس في صباح جميل وشمس ذهبية مشرقة حيث العصافير تغادر أعشاشها خرج بشار مع أبيه وأخوته حيث اتفقوا على القيام برحلة إلى مدينة للعاب وفي طريقهم توقف الأب ليلقي السلام على جاره قال الأب السلام عليكم الجار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تبادلاء الحديث والسؤال عن الأحوال بشار أبي أبي هيا يا أبي لقد تأخرنا ودع الأب جاره ثم قال لبشار الأب أعلم يا ولدي أن التحية واجبة على كل مسلم فلقد فرضها الله علينا في كتابه العزيز بشار أعتذر يا أبي الأب عليك يا ولدي أن تلتزم بأداب الطريق وتسلم على من تمر بهم وأن ترد السلام على من يسلم عليك وخيركم من بدأ السلام وأن تزيل الأذى عن الطريق بشار سافعني يا أبي الأب أتعدني بشار أعدك يا أبي الأب بارك الله فيك يا ولدي الحبيب حبايبي من بعد ما قرأنا القصة عرفنا شنو اللي دارت بين بشار وأبيه هس رح نعرف شنو معنات تحية الإسلام اليوم حبايبي أدلكم على كنز تأخذوا منه حسنات شنو الكنز الكنز هو تحية الإسلام زين أنتوا هس رح تقولون شنو يعني تحية الإسلام عندما أدخل عليكم الصف ماذا أقول ويا ويا يلا نسترجع الذاكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن ما هي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي تحية الإسلام من علمها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ميش؟ لكي نأخذ حسنات ونفوز بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة تمام أيضا قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أي شنو القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العلي العظيم زين حبابي زين إذا مررت بأحد أو قابلته شو نقول له؟ يعني أنت تتمشي مرات بأحد ماذا نقول له؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفية زين وإذا قد تحية علينا أحد يعني إجا أحد إحنا جلنا مثلا جالسين ومر من يمنى شخص وقال لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا نقول؟ شلون الرد عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي الرد السلام ليش لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرت لكم بالآية الكريمة قال إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها يعني يا أموة تردون بأفضل منها أو ردوها يعني نفس الجواب يكون مثلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام حبايبي؟ وأيضا حبايبي أنه سبب أو ليش الله سبحانه وتعالى جعل السلام وجعل بشنو أجره ثواب لأنه سبب في إشاعة الحب والمودة بين المسلمين حتى شنو ينتشر الحب والمودة ليش لأن الإسلام يدعو إلى المحبة بين الناس إلى المودة لازم نبتعد عن شنو الأذية مثل ما ذكرنا بالحديث السابق نحن نذكر شوية هو أخلاق المسلم نذكرنا لازم المسلم ما يؤذي أحد فأيضا نشر الله سبحانه وتعالى واشعل السلام بسبب شنو حتى تصبح محبة ومودة بين المسلمين زين هسا سؤال حبايبي هل أسلم على الشخص اللي عرفه فقط يعني إحنا بس الشخص اللي نعرفه رح نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا ويا 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 نفكر الجواب طبعا خطأ يعني إحنا شنو نسلم على الشخص اللي نعرفه واللي ما نعرفه يعني الجواب هو جميع الناس نسلم على جميع الناس حتى نحصل حسنات ونفوز بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة عزيلا هزا شنو عدنا نعطينا صفحة 43 نشاط ضع علامة صح علامة صح هذه العلامة الصح أمام التصرف الصحيح وعلامة خطأ أمام التصرف الخطأ هنا صورتي أنا أمامكم يهو التصرف الصح ويهو الخطأ يلا ويا ويا هنا المعلم والتلاميذ في الصفي هنا هذا التلميذ سوى رافع عيده يعني شنو دايست تأذن من المعلم هل هذا التصرف صح يا ويا طبعا صح إذن شنو حط علي صح وهنا زملاء شدي سوون ليتشاجرون إذن هذا التصرف صح أو خطأ طبعا خاطئ يش لأن نحن لازم محبة بيناتنا ومودة يعني الإسلام يدعو إلى المحبة والمودة تمام حبايبي حبايبي قلبي إلى هنا أنكم قد أنهينا درس هذا اليوم إن شاء الله يا ربي استفاديتوا منه وعرفتوا شنو معناه تحية الإسلام والمطلوب منكم أنوا تطبقوها الآن تمام حبايبي شكرا على حصن الإضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة